خلال مؤتمرها السنوي الثالث أطلقت جمعية القلب الإماراتي رسمياً جهاز هارت ووركس أول جهاز محاكاة ثلاثي الأبعاد لتخطيط الموجات فوق الصوتية للقلب والأوعية الدموية لدى سكان دولة الإمارات العربية العوامل المسببة لمخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوى الكوليسترول بسبب تبني عادات غير صحية في أسلوب الحياة الأمراض القلبية أو الأمراض الشرعية التاجية بالذات هي السبب الرئيسي بالإمارات للوفيات 25% من الوفيات في الإمارات سببها الأمراض القلب وهذا المعدل من سنوات وعن بيزداد طبعاً وبيزداد بسبب العناصر التي تؤدي للأمراض القلب العناصر التي هي معروفة البدانة مرض السكري، الضغط الدم المرتفع، التدخين، قلة الحركة، الكوليسترول المرتفع طبعاً المشكلة الكبيرة حالياً نواجهها بالإمارات هي البدانة يعني فوق 60% من السيدات و50% من الرجال عندهم بدانة أو بدانة مفتة تخطيط الموجات فوق الصوتية للقلب يشكل آداتاً فاعلة في رصد أمراض القلب حتى قبل ظهور أعراضها على المريض ويأتي إطلاق هذا الجهاز الأوسع استخداماً والأقل تكلفة في مجال التصوير التشخيصي للقلب والأوعية ليتيح للمستخدم والمتدرب تحديد مكان المشكلة القلبية بشكل دقيق ويساهم في الحد من زيادة الخطر على صحة الإنسان التعليم على هذا الجهاز كبداية بمعرفة التشريح الدقيق للقلب ووضع الجهاز ومن ثم الانتقال إلى المريض فهو جهاز قيم جداً أول جهاز بالشرق الأوسط موجود بالإمارات العربية المتحدة وهذا الجهاز سيكون له تأثير قوي على الأطباء بشكل عام وبشكل خاص على أولئك الذين يرغبون بتعلم فحص القلب الموجات فوق الصوتية يعد جهاز هارت ووركس من أهم التطورات في مجال التدريب والتطوير لأخصائي القلب حيث يمكنهم إعادة تشكيل القلب افتراضياً بطريقة مثلى تزيد من مهاراتهم في هذا المجال دون أن تسبب إزعاجاً للمريض ويعتبر مثل هذا الاختراع صمام أمان لتفادي الكثير من المشكلات القلبية التي تقضي سنوياً على آلاف الأشخاص ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة